اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل نفى احمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لادارة وتشغيل الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق ما تردد بشأن حدوث عريك بقطار داخل محطة ماري جيرجس بالخط الاول مؤكدا ان هذا الخبر عاري تماما من الصحة ان ما حدث هو تصاعد ادخنا من اعلى كطار بمحطة ماري جيرجس بالخط الاول نتيجة انقاء مخلفات كيس بلاستيك واحتراقه على سطح الكطار وعلى الفور انتقلت فرق التوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة وتم سحب الكطار الى السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام لازالة باقي المخلفات دون حدوث اي ضرر او تأثير على حركة الكطارات واخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مسار الكطار لدخوله ورش الصيانة واهبت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو تحريت دقة عند نشر اي اخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا ونشد متحدث المترو جمهور الركاب الرجوع الى المركز الاعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن ستاشر سفر تمانية واربعين وايضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتساب زيرو اتناشر اتنين حداشر واحد ستة سفر اربعة تمانية وايضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك وايضا عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك لتلقي كافة الشكاوى والفراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الانفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطة المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الانفاق فقط اذا مرة ثانية نفى احمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لادارة وتشغيل الخطين الاول والثاني لمترو الانفاق ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة ماري جيرجس بالخط الاول مؤكدا ان هذا الخبر عاري تماما من الصحة وان ما حدث هو تصاعد ادخنة من اعلى قطار بمحطة ماري جيرجس بالخط الاول نتيجة تلقاء مخلفات كيس لاستيك واحتراقه على سطح الكطار وعلى الفور انتقلت فرق التواري والصيانة المتوجدة بالمحطة وتم سحب الكطار الى السكة الاحتياطية بمحطة ضار السلام لازالة باقي المخلفات دون حدوث اي ضرر او تأثير على حركة الكطارات واخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مصاري الكطار لدخوله ورش الصيان وهبت شركة المصرية لادارة وتشغيل المترو تحرد دقة عند نشر اي اخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يقدم ملايين الركاب يوميا وكما نتابع مع حضراتكم هذه هي الصور التي اعلنتها الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق الخاصة بتعطل المترو حيث ناشد متحدثا مترو جمهور الركاب الرجوع الى المركز الاعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن سبتاشر سفر اربعة تمانية وايضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتساب زيرو اتناشر اتنين هداشر واحد ستة سفر اربعة تمانية وايضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك وايضا عبر الموقع الرسمي للشركة كيرو مترو دوت جي او في دوت اي جي وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الانفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الانفاق فقط ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضركم